هذا ليس تشكيكاً في السيد المنفي والسيد بيبة وليس أسفاً على عقيلة صالح وسيد بشارة ولكن لو كان السيد المنفي هو رئيس مجلس النواب وكان السيد بيبة هو وزير الداخلية لكانت مهمتهم أسهل بكثير حيث أن السلطة أو على الأقل هناك وجود قوة أمنية قوي في طرابلس من قبل القوات الداعمة لسيد بشارة وهناك إلى حد ما سياسة أو دعم للسيد عقيلة صالح من داخل النواب حتى وإن كان الدعم منقسم على نفسه إلى حد ما فبالتالي من هذه الناحية لا شك أن حضوظهم قد تكون أقل من إمكانية تقلد زمام الأمور في ليبيا بسهولة التي كان من الممكن أن يتقلدوها لو كان هما في تلك المناصب التي هذه أفضلية شخصية هنا دكتور رضا العوكلي ولكن النتيجة الآن هي هذه الأسماء المختارة نتحدث عن قدرة هذه الأسماء تحديدا لمنفي ودبيبا هل لديهم مشروع سياسي هل لديهم أفكار جديدة هل هم قادرين بالفعل على تحمق هذا التركة والأعباء الثقيلة للنهوض بالبلاد إلى بر الأمان على ضوء هذه التسوية السياسية المطروحة من الأمم المتحدة والتحدي الأكبر لهم هما الاثنين هو إمكانياتهم من دخول طرابلس وإمكانياتهم من مباشرة عملهم من داخل المدينة وهذا قد لا يكون من شيء سهل وأخشى ما نخشاه أن يضطرهم إلى أن يكون مقرهم في سرط وهي مدينة في وسط البلاد على الساحل أو في شمال البلاد وبالتالي ونرجو أن لا يكون ذلك ونرجو أن لا يحدث ذلك أن يكون لدينا حكومة في طرابلس ومجلس النواب ولدينا حكومة ومجلس النواب في الشرق أو في برقة وكذلك حكومة ومجلس النواب آخر في سرط وهذا ستكون هي المأساة الأكبر في تاريخ السياسي في ليبيا وقد يكون الوضع أسوأ مما كان عليه في العشر سنوات الماضية اشتركوا في القناة